بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم معكم عزيز وهبي رئيس مؤسسة جذور لمغربة العالم صراحة هذا الشي اللي شفنا البارح واليوم يعني احنا غير راضين عليه ما جبناش ولدي تساؤلات تساؤلات مهمة لهذه العصابة الحاكمة بالجزائر يعني اوده ان اعرف ماذا وقع عليهم ماذا حدث للجزائر يعني خاصة العصابة الحاكمة كما سبيتها قبل قليل ماذا وقع عليهم يعني هل هذا حقد ام هو غل توجه المغرب يعني سداجة بلادة تخلف ما فهمش غباء اذا هاتش اللي كدو اكتروا في الحكام ديالجزائر توجه يعني المغاربة او يعني اللي هما اصلا دولتين شقيقتين خاصة نكون واحد الحب واحد الود والحدود مفتوحة واحد الزهار واحد تقدم ويفكروا يعني في مستقبل المغرب العربي ومستقبل الشعبين مالكنا الله ينصره صاحب الجلالة محمد السادس دائما الايادي ديال السلم والسلام والعلاقات يعني الودية والمحبة وبيننا وبين الجزائر احنا ايدينا دائما ممدودة كيف ما يقول سيدنا وهم ما معرفنا مش علش كديروا هاتش اذا فيما نعود واعود الى قمة يعني الجزائر الفاشلة يعني قبل بدايتها فهي قمة فاشلة قبل ما تبدأ علش لنا هناك كين بزاف ديالالاسباب اللي قدر نقول خلات هذه القمة فاشلة من بينها يعني الغباء ديال الحكام ديال الجزائر شوفوا كيف استقبلوا الوفد المغربي يعني ما استقبلوش حشومة عيب عار هناك اعراف وقوانين بين الدول ولو يكون هاد العادة بين دولتين ولكن يعني يكون الاحترام مدام نجيت لبلادك وحضروا لقمة نحترمك ونستقبلك ونرحب بك لنجيين نقش يعني قضايا كبرى ديال العرب يعني مثلا اعطيك مثلا هناك حروب طاحنة بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين كذلك ولكن مني تكونش قمة ولا شرقة يكون الاحترام بين هاد الدول كيكون يعني ما يبينوش الصحافة والعالم وده بان هناك حروب طاحنة يعني ما عرفناش حنا يا هاد الناس اللي باش ما يستقبلوش وزير خارجية ديال بلادنا لدولة دات سيادة ودولة يعني دات تاريخ وعنده واحد القيمة كبيرة في الاقليم وفي العالم وما كيستقبلوهاش هذا هنا يعني نرى يعني الحقد ونرى الغل ونرى يعني يعني التخلف ونشوفوا يعني هاد شي عيب وعار يعني وكذلك يعني مستقبلهم مرة واحد يعني داروا هاد دكستية تزعمة ديال الاقصاء ودع البحالة جيت الوحد العرض ومساعدة نخليكم تلق خير يعني الاقصاء والتهمش ولكن الحمد لله الفطنة والدكى ديال 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 الديبلوماسية المغربية فالشخص السيبوريطة وووو يعني الوافد المرافق يعني ما احتموش ولكن كسبنا يعني وسلبنا منهم يعني بزر الحواج يعني يسلبنا يعني حب ديال كل وفود ديال الدول العربية وكلهم تعاطفوا مع الوفد المغربي وبان يعني جاليا لحقد ديال الجزائر توجهها يعني الوفد المغربي هذا يبين واحد غاباء كبير وهذا شيحشوه ما مخصوش يكون ما ننسوش كذلك يعني فين يعني ما عمريش بحد الحويش دولة كتجري او تطرد يعني صحفيين يعني الطاقم الصحفي المغربي اللي مش يغطي يعني القمة العربية يجروا عليه واعتقلوا لهم ست ساعات وحزوا لي من المطريال ديالهم والمؤدات يعني والمسائيل اللي كخدموا بها هذا شي عيبة شي خطيش جدا يعني ما فهمش انا يا دولة يعني يعني ما فهمش لا تؤمنوا بالصحفة والاعلام ما فهمش ما عرفش هذا وهذا يبين بان دولة الجزائر دولة متخلفة ودولة ديكتاتورية اقولها واتحمل المسؤولية يعني هاد النسر ديكتاتوريين ومتخلفين وما عارفينش اشنو كيديرو والعالم يراقب ما ننساوه العالم يراقب لأم المتحدة تراقب يعني هناك يعني جهات يعني تراقب هادش كله يعني شيرة خطير جدا هنا بان يعني الحقد اكررها مرة اخرى حقد ديال ديال الجزائر يعني نقطة اخرى مهمة يعني لي دارها دارها المغرب ودارها سيد وزير الخارجية اللي مهمة بزاف هو يعني طعن ايران طعن ايران وسط كل حضور وقال لهم بان ايران احنا خصنا نحاربها علاش لانها تسلح الميليشيات وتموّل الميليشيات داخل الدول العربية وتقوم بزعزعة استقرار الدول العربية وهذا شيء مرضاتش عليه مرضاتش عليه الجزائر وفعلا كل دول العربية واطقت على هاد يعني هاد الخطة او هاد طرح ديال 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 الدبلوميسية المغربية والجزائر مرضاتش بقاتل وقاتت معزولة هناك يبلنا بان يعني الجزائر تمثل ايران يعني تمثل هاد المحور ديال الشر اللي هو ايران صراحة لان ايران تموّل جبهة البوليزاريو يعني كنت عطيها الاسلحة يعني كنت تدرب الناس تمك راح تشير لك تقوم بايران في 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 الجزائر هذا الشر خطير جدا احنا لم تبعينا تشيروا عارفينه وخطير جدا جدا وحنا يعني نتمنون ان شاء الله باش 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 نحاربوا هاد التواجد ديال ايران الجنوب ديال 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 النقطة اللي مهمة واحد سبب لي رئيسي اللي بغت ديره الجزائر هي بغت تمرر واحد اه طلب ديال عودة سوريا الى اه الجامعة العربية كما تعلمون بان سوريا مكناش في الجامعة العربية لانها يعني هي درع تابع لايران ولا 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 رجعس لجام سوريا الجامعة العربية فهي صوت لايران وهذا مشكل سيخلق مشكل لأكتر من 22 دولة اه خاصة دول خليج وكذلك دول شمال افريقيا العودة ديال ديال سوريا للجامعة العربية لما صلحاش الامور ديالها ره خطير جدا للجامعة العربية والجزائر معرفناش عليش كتدفع على هاد الموقف بواحد القوة كبيرة اذا هذا مشكل خطير كين مشكل اخر اسباب اخرى لي خلت يعني هاد القمة تفشل قبل بدايتها هي يعني البطر ديال الخريطة ديال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ما هي الجزائر قدمت واحد لاعتدار الجامعة العربية لا إحنا ما هي الجامعة حتي تقدم الاعتدار كما قال السيد وزير الخارجية هي الجزائر والقاناة اللي بدّت هال هنا قل تبدأ سوء النية النيا دي الموبييتها وإحنا الحمد لله بلدنا ومقيد القيادة الرشيدة دي الالصاحب جلاله كان لديه صحيح والصحيح ننبني بالنية وبأعمال معقولة بمسائل هكذا لنجحوا في القضايا دينا عصابة الجزائر صراحة عصابة سيبيانية يعني ما كيفكروا شمزيان محدودين ما يمكنش مالك كبير يعني كجلالة المالك الله يحفظو يمشي اجلس مع هذا الايصابة ومن بين الاسباب اللي غنبين وهذا هو مثلا بطر يعني الاقالية من الجنوبية عن خارجة الملكة المغربية كاملة هذا عيب وعار وغير مقبول في صراحة احنا مع واحد بجموعة الفعالية تفرحنا بزاف وماكننا في صراحة هذو الناس غدارة ماكن تيقوش فيهم المغربة احنا ماكن تيقوش فيهم وماكن بزافتها ترتيبات امنية وضعاف في الجزائر لانهم ضعاف في هذا الحويش وخير دليل هو يعني المغفور له الحسن الثاني طيب الله وتراه مني كان لكنا نذكره مني كان كمشي الجزائر في اللقاء مكنش كي يجلس في الجزائر كي يحضر معهم في القيمة ولا في اللقاء وكمشي الباطو وكان يمشي في الباخرة هذا المراكش بالاكل دياله بالطاقم دياله وبكل شيء له هذا دليل بان يعني هذو الناس يعني معروف عليهم الغضر يعني معروف عليهم الغش ومعروف عليهم بالزفت يعني التصرفات يعني الخبيثة والقبيحة يعني هذو الناس ما نتقوش فيهم نحن وسوعداء مالكنا الحمد لله مايمكنش يمشي برك مع عصابة اجرامية بحال هذو الناس وكذلك يعني هم مرضاوش وما ما تترطرش ليهم بهذا المفهوم يعني بان المجلس الامن مدد سنة اخرى كاملة لمبعوث المينورسو بالمغرب بتقريبا باجماع ديال كل دول في العالم وهناك نقطة اخرى اساسية باش ناكد لكم بان قمة الجزائر فاشلة 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 وفاشلة هو واحد المجموعة ديال الزعاماء وقيادات يعني دول العربية يعني ما غادش يحضروا للقمة العربية بالجزائر لاسباب متعددة اذا هذا كيف يقول لك بانه لا ما حضرش جلالة المالك محمد السادس نصر الله لزعيم واحد دولة قوية ومعروفة للمملكة المغربية في العالم وما حضرش كذلك لمالك ديال السعودية وما حضرش رؤساء اخرين ديال دول دول اخرى فهذه را فشل بحضرش دول كبار بحل المغرب والسعودية هذا را فشل دريع ديال 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 قمة الجزائر وكلهم عارفين في الخبايا والاسرار يعني وفي الخفاء بان الجزائر تعمل لصالح ايران نحن المغاربة بلد السلم ولد السلام بلد الاحترام المتبذل بدل بلد التعايش نحترم الجار يعني جارتنا الشعب الجزائري نحترمه ولكن مع كامل اسف هاد الحكام الفاشلين الحاقدين يعني المرضى هاد الناس راه مرضوا راه العقدة دياله هو هو المغرب وجلالة لماذا لنا احنا المغرب تبدل مغرب مزدهر بدون تراوات اللي عند الجزائر وعندهم التراوات وعندهم امكانيات وعانون الفقر يعانون المشاكل وهم يريدون تصدير ازاماتهم يعني عبر يعني الدمية ديالهم اللي هي البوليزاريو وكذلك عبر العاداء للمملكة المغربية ولكن هم لم يستطيعوا فملكنا الحمد لله وبلدنا يعني سننتصر ان شاء الله بالحكمة وبالعقل كذلك وبالاحترام كذلك يعني هاد الناس يعني سيسببون للجزائر مشاكل كثيرة ولابقوا في هذه السياسة وما غيروش يعني استراتيجيات ديالهم ديال بلادهم سيوعانون مشاكل كثيرة وسيعيشون عزلة خطيرة في العالم. ما تخرجوا ما تنسوش تابونا ومعنا فلاشين يوتيوب وبرجاجة والمحتوى في مواقع التواصل اجتماعي وما تنسوش ديرو الجانب